اشتركوا في القناة مولانا صاحب العصر والأمر والزمان حتى نكون في دولته التي يملأها عدلا بعدما ملأ الظلم وجورا بعضهم قسم الانتظار إلى قسمين الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي نتحدث في هذه الحلقة حول الانتظار السلبي الانتظار السلبي يسمى الانتظار القهقري نقول فلان تقهقر أي رجع إلى الوراء عكس الانتظار الإيجابي الذي هو تقدم واستعداد وتهيئ حقيقي يسمى الانتظار السلبي الانتظار القهقري أو الانتظار التفويضي كما فعلوا بنه إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام لما ذهب نبي الله موسى عليه السلام للقتال وكانوا معه فجلسوا قالوا يا موسى اذهب انت قاتل ونحن هنا ننتظر نشوف النتائج القرآن صريح فقالوا اذهب أنت اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون يعني ينتظروا النتائج نبي الله موسى يذهب في عملية الإصلاح يذهب من أجل الجهاد وهم ينتظروا النتائج فأن انتصر موسى عليه السلام فهم معه وأن لم ينتصر موسى فهم في مأمن وفي سلام هذا الانتظار هذا انتظار سلبي الانتظار السلبي بمعنى التقاعس بمعنى الاتكال على الغير بمعنى الضعف ضعف الإرادة نفس هذا الشخص الذي رأوه جالس على التل في معركة الصفين لما جرت المعركة بين أمير المؤمن علي بن أبي طالب عليه السلام وبين معاوية بحيث رأوا شخص جالس على التل سألوه لماذا أنت جالس على التل قال الصلاة خلف علي أقوم بهو علي بن أبي طالب خليفة رسول الله والأكل مع معاوية أجسم لأن معاوية يعطي أموال لمريدينه ولكن الجلوس على التل أسلم أنا أجلس على التل أفضلي إذا انتصر علي بن أبي طالب فأنا معا علي وإذا انتصر معاوية فأنا مع معاوية يعني ينتظر النتاج من الذي ينتصر يكون معه هذا الانتظار السلبي كالشخص الذي ينظر في وسائل التواصل مجرد ينظر مجرد في حالة نقد مستمرة المرجع الفنان لماذا قال كذا والمعصوم المفروض لا يقول كذا والأوضاع لا بد أن تكون كذا ولماذا الإمام المهدي متأخر لماذا لا يظهر النبي ذكر هؤلاء يقولون في آخر الزمان ما تأوهلك وفي أي واد سلك هؤلاء الذين عندهم حالة من اليأس حالة من الإحباط حالة من ضعف الإيمان أما الإنسان المؤمن الإنسان المتكامل الإنسان المنتظر حالة من الهمة حالة من الأرادة وإن كان عمره كبير ولكن تجده همة عالية وإرادة قوية الانتظار السلبي كالذي هو في وسط البحر ثم خرقت السفينة انكسرت السفينة فغرق ذلك الشخص وهو ينتظر النجدة ينتظر إنقاذ ينتظر أحد يجي خلصه من الغرق بينما الحريب أن يسبح ويتخلص مما هو فيه وأنه سيموت فهكذا بعض الناس متكلين لا يحركون ساكن كبعض الحركات السلوكية اليوم يفعلون الفساد بعض الحركات السلوكية ينشرون الفساد من زنة أعاذنا الله وإياكم من لوات من قتل من عمل المحرمات ما هو السبب؟ قال حتى أكثر الفساد حتى يظهر الإمام سلام الله عليه وهل هذا منطق هذا منطق خلاف الشرع أي عبد الله من حيث يعصى؟ هذا الانتظار مذموم هذا الانتظار المتكاسرين حقيقة على الإنسان أن تكون له هم عالية في انتظار صاحب العصري والأمري والزمان وأن يكون على تواصل مستمر مع الإمام سلام الله عليه ولذلك يوم من الأيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه يقول له ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى فتألم ذلك الشخص فقال له الإمام إلا إلا من دعى بدعاء الغريق قال له يا ابن رسول الله وما هو دعاء الغريق قال له الإمام الصادق عليه السلام وهو يعلمه ويعلمنا أيضا وكلنا نقرأ هذا الدعاء إن شاء الله بصوت واحد قال قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا الدعاء دعاء القريق من الأدعي المهمة علينا أن نواضب عليه على أقل التقادير في كل يوم مرة واحدة من أجل المهدي سلام الله عليه ومن أجل هذه الفتن التي ستأتي علينا كما ورد عن أمة أهل البيت كقطع الليل المظلم حتى نتخلص من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم علينا أن نتج إلى الله سبحانه وتعالى ونتوجه إلى إمام زماننا بقراءة هذا الدعاء وهو دعاء الغريق أستودعكم الله وأسترعيكم في أمان الله وحفظه ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر